بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم وافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن في الوطى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب الخرية إذ داها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزر الرحمن من شيء إنكم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصنفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية وي يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما لنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على الغباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخبرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسفاج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية اللهم الليل أسلق منهم النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذكى العوجود القديم للشمس ينفع إله تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فركي يسبحون وآية لهم أننا حملنا دريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرفهم فلا صريق لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع الملاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورغين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعب من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم من لا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا شيخة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من المجدات إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم جميع لدينا مفقرون فاليوم لا تعلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج فيه الآل على المرائك متكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرنون ألم أهد إليكم يا بري آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقتم على أفاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مغيا ولا يرجعون ومن نعمره نركس في الخلق فلا يعكرون وما علمناه الشعر وما ينغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها بناف ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزن كفولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وذنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيد مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي غميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماعة والأرض بقادر على أن يقلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا عاد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون